اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الصحة السنغالية الأربعة 3 أبريل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المشجلة في السنغال إلى 207 حالات إصابة عرض وزير العدل السنغالي مشروع خانون أمام النواب في البرلمان يمكن للرئيس صل باتقاذ جميع التدابير الاقتصادية والأمنية والقضائية دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية في خدون سلاسة أسهر اعلان الحكومة السنغالية عن قرار تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى 4 مايو المقبل تحية تيبة إليكم مستمع الكرام اعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي في السنغال اليوم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس كورونا في السنغال إلى 207 حالات إصابة نستمع إلى معالي الوظير في مقابلته الصحفية يوم الجمعة 3 أبريل 2020 الوزارة الصحية والعمل الاجتماعي حصلت على نتائج فحوصات تبية من بين 153 اختبارا تم إجراؤها اليوم 12 اختبارا إيجابيا بما في ذلك 7 حالة مستوردة للإخوان المشافرين الذين تم حجرهم في حدود بيرنغرا إصر وصولهم 29 مارس وخمسة حالة من جهات اتسال للمتابة الشفاء 11 مدارات إيجابية بداية ظهور الوباء في السنغال تم خرجوا من المشتشفى مصاب بلادها 139 مريضا هم الآن تحت العلاج في عنابر المشتشفيات الوزارة الصحية والعمل الاجتماعي تذكركم بوضع خطة الوقايات والإرشادات الطبية بعين الاعتبار نشكركم جزيل الشكر عرض وزير العدل السنغالي الأربعاء مشروع خانون أمام النواب السنغالية لإعطاء الرئيس صلاحيات اتقاذ جميع التدابير اللازمة اقتصاديا وأمنيا وقذائيا لمواجهة الوباء الكورونا الذي ينتشر في البلاد دون أن يرجع الرئيس إلى الجمعية الوطنية للمصادقة في خدون ثلاثة أشهر لمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير سيد قارنفال الرئيس ماكيسال يدعو جميع البرلمانيين إلى مصادقة خانون التمكين في الجمعية الوطنية كجزء لمحاربة جايحة كورونا وبعد النواب يقاطعون الجلسة ومن جراء ذلك أعلنت الجمعية الوطنية في بيان لها إسرى جلسة عامة صباح اليوم الأربعاء الموافق واحد من شهر أبريل لدراسة مصروع القانون الذي يسمع للرئيس ماكي من التغاسي مرسوم لمدة ثلاثة أسفر لإجراء التدابير اللازمة ميدانية، اجتماعية، اقتصادية، أمنية كجزء من مسروع محاربة الكورونا كوفيد-19 عصر وقد أعلن بعض النواب المعارض عن مقاطعة الجلسة العامة في الجمعية الوطنية لمصادقة هذا المسروع القانوني منهم النايب عثمان سونكو الذي كتب رسالة للصحافة قرأت أنا في هذه الجلسة العامة لأني أخذ المصلحة العامة على القاصة من جانبي قال المعارض أريد أن ألفت الغاليين والمعاردين إلى هذا القانون الغامد وخير الدقيق والختير للغاية كما اعتلب الوزير الأول الأسبق أبدنبي النواب إلى عدم مصادقة هذا المسروع القانوني لأنه غامد ويزيد صلاحية كثيرة للسلطة ويزيد صلاحية كثيرا للسلطة التنفيذية بالتصرف عن صروات البلاد دون مراعاة القوانين الرسمية والجدر بالذكر أن الرئيس ماكسال أطلق الأسبوع المادي حالة الطواري للمرة الثالثة في التاريخ البلاد كمبادرة للمحاربة الوباك في تسعة عصر الجائحة والتصدي عن انتشاره في البلاد بعد تطبيقها في عامي 1968 و 1988 أعلنت الحكومة السنغالية في بيان لها قلال المجلس الوزاري الذي عقد في يوم الأربعاء المادي خرار إغلاق المدارس السنغالية لمدة شهر كامل ابتداء من 6 أبريل إلى 4 من شهر مايو كإجراء احتراضي لمحاربة تفشي الفيروس كورونا في البلاد شهر كامل منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في السنغال ما زال الفيروس يجتاح البلاد وينتشر من مدينة إلى أخرى ولكي نتعرف كثيرا من أصل هذا الفيروس وعدويته والتوصيات التبية للتواخي منه إليكم هذا التقرير كورونا فيروس قطر سائر سريع انتساء هدفه الوصول إلى الرئتين وهو صغيرة لا يرى بعين مجرد وهو ليس جديد لها الظهر سابقا باسم سارس بسنة مائتين واثنين وباسم مارس سنة مائتين وحمسة عشر والحال يدعى كوفيد تسعة عشر من سنة مائتين وتسعة عشر إن هذا الفيروس قاتل بالعوارد المتلازمة تبلغ نسبة الوفار منه إلى حمس بالمئة وبدأ رهرته من سين ثم أحس سبيله إلى بلاد شطاء ومصدره الحيوانات غير محدد وهو ينتقل بالنفس وباللعاب والمحاط لذلك يجب أن يبعد كل منا على الآخر بمسافة حمس أمطار لأن المساب لا تصغر عليه بالعوارد مباشرة ففترة الحدانة الماضية يومين إلى أسبوعين فكون المرض قاتل وسريع الانتشار فعليك بحماية نفسك لا تسلم باليد لا تقبل أحد لا تلمس وجهك إطلاها وغسل يديك ضائما بالسابون بعد لمس أي شيء بالأماكن العامة وراقب حرارتك كل إثناء عشر ساعة ويجب أن تكون أقل من ثمانية وثلاثين درجة وبالنسبة لغيرك لا تحترفه إذا كان محتملا بالإصابة أو أطعم مكان بعيد ولا تسلم على أي مسافر حتى يثبت عدم إصابته وعليك إبلاع شاش إذا زهر عليه العوارد ومن الوقاية أيضا الصحة الغذائية والرياضة واكسار بالشرب السراب الصاحني والإبعاد عن المشروبات الباردة وحبل ذلك كله الإيمان بالله والإنتجاب إليه والدعاء والاستغفار والطوبة والصبر ورداء بالقضاء نسأل الله أن يرده عن العالمين ويجعله هداية للناش أجمعين أحتكم حدية بيان كمراسل في إذاعة باو المجاة كوفيد تشعة عشر من بين الأبتال الذين تميزوا وترددت أسماؤهم في وسائل الإعلام تجرعوا العالم البيولوجي الفرنسي الذي بيّن أن أدوية كولوريكين التي عرفها الأفارقة في مداوات المالاريا يمكن استعمالها كأدوية لعلاج كورونا فيروس لذلك نستمع هذا التقرير ليعرفنا براول إنه من موالد 13 ماريس 1952 في العاصمة السنغالية داكار متخصص في علم الأمراض المعضية في كلية علوم الطبية في مارسل بفرنسا حاسى على عدة جوائز في مجال التخصص وله العديد من الأبحاث القيمة في مجال الطب يعد الأستاذ راول أول من كشف أن كولوريكين يشفى منه هذا المرض الجانع كوفيد-19 وهذا مما أكسب الأستاذ صفرة عالمية جدارة وامتيازة وفقد الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو للتعاون الدولي لمكافحة كوفيد-19 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر الجمعة قرارا يدعو إلى التدامن الدولي لمكافحة انتشار فيروس كورونا وطالب قرار الجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الجهات الفاعلة للمهاته وآثاره المعي والاقتصم على التمع قيزاته صدد احتراق الإنسان وأنه لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز والعنصرية لتصدي للوباء وحتى فجر الجمعة وصل عدد المصابين بكورونا إلى نحو مليون حول العالم توفي منه أكثر من خمسة واحد وخمسين ألفا فيما تعافى ما يزيد مائتين وعشر آلاف آخرين تخطت إسبانيا إيطاليا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تسديل مائة وستة عشر ألفا وستمائة وعشر حالات إصابة في محتلة المركز الثاني عالميا في أعداد الإصابات المسجلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح ثاني أكبر الإصابة بفيروس كورونا وكشفت وصارة الصحة الإسبانية الجمعة بحسب موقع CNN أن أرقام جديدة تظهر أن تسعمائة واثنين وثلاثين صخصا آخر توفوا أجراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال أربع وعشرين ساعة ليصل العدد الإجمالي إلى عصر آلاف في الفلبين تسجل تسع وعشرين حال وفاة بفيروس كورونا وهو العدد الأعلى في يوم واحد السعودية تسجل مائة واربع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا والمملكة تؤكد التزام المواطنين والمقيمين بحظر التجوال على مدار 24 ساعة في مكة المكرمة وفي السياق ذاته صندوق النقد ومنظمة الصحة العالمية يطالبان القادة بالإنفاق على صحة العالمية لتصدي الفيروس شكرا لكم على المطابعة والإزغاء شكرا أيها المستمعون الأكاريم بعد هذه الأخبار الدولية ننتقل معكم بأهم ما تناولها الصحف خلال الأسبوع مع عمر الفارق سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإن أهم ما تناولت حصف خلال الأسبوع الجاري انتشار الفيروس التاجي في العالم بأسري وحارت في صحيفة السيد كوتجين والسرسوء والإزغاء والفكوتجين والأبسيرفاتر واللأس وكذلك التموين أنباؤن حول الوباء كوبيت 17 ansر أن إقليم كولده وتمع المتدرير وانضمت إلى المناطق الأخرى المصابة بالفيروس التاجي عاد سبع إصابة إيجابية وحالة خطوة خطيرة جدا لأنه سخصية دينية بسبب تحركاته في المنطقة تم وضع قرية قدري برمتها في الحجر الصحي والرئيس السنغالي سيد ماكسال سيخاتبكم مساء اليوم رسالة في غاية الأهمية تنصب إليه تعديل وزاري خابته أزمة كوبيت 17 ليلة اليوم حيث أن رئيس الجمهورية سيوجه خطابه للأمة في يوم الثالث أبريل بمناصبة عيد الاستقلال الرابع أبريل وهذا العام تم تشويه جميع القطط بسبب حائجة كوبيت 17 وسيتم الاختفال بهدوء تام مع رفع الأسلحة داخل الخصر الرئاسي والخبر الصار أن المعونة الغذائية ستتم خدمة جميع البلديات في البلاد والوزير منصور في يؤكد عيادات بحسب وزير تنمية المجتمع فإن 553 بلدية في 14 مناطق ستستفيد جميعها من المساعدات الغذائية الحكومية أما دوسمبا وشركائه في السجن الطبيب الكاذب متهم بثماني جرائم ويوضعه تحت أمر الإضاعي لاتكاب المجرمين الممارسة خير القانونية للطبي اختباس حق الملكية الاختيال المتعلق بالأموال العامة إنقاذ حطر على الحياة الآخرين وغيرها من الجرائم شكرا أيها المستمعون الأكاريم بعد هذه الأخبار الدولية ننتقل معكم بأهم ما تناولها الصحف خلال الأسبوع مع عمر الفاروق أيها المستمعون خبل ختام هذه النشرة نذكركم بأهم عنوينها أعلنت وزارة الصحة السنغالية الأربعان 3 أبريل ارتفاع عدد الإسابات بفيروس كورونا المسجل في السنغال إلى 207 حالات إسابة عرد وزير العدل السنغالي مشروع خانون أمام النواف البرلمان يمكن للرئيس طالب اتقاذ جميع التدابير الاقتصادية والأمنية والقدائية دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية في خدون ثلاثة أشهر بول ميجايثم إعلان الحكومة السنغالية عن قرار تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى 4 مايو المقبل بول ميجايثم شكرا لحسن مطابعتكم لإذاعة بول ميجا قدمنا لكم ما لدينا من أخبار وكان معنا في المهندس الصوتي فاللو غلسجين وفي التقديم إبراهيم قال الميجاي موعدنا الجمعة الخادمة في نفس الساعة دمتم في نعاية الله اشتركوا في القناة